قال رامي أبو الناجا نائب محافظة البنك المركزي أن مصر ستسلم الدفع الأولى بقيمة ملياري دولار أو ستتسلمها من قرد صندوق النقد الدولي الجديد والبالغ قيمته 5 مليارات و 200 مليون دولار خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تتسلم بقية القرد على دفعتين بواقع مليار و 600 مليون دولار لكل دفع خلال عام